شعور بعدم الرضا يعبر عنه قحطان الاعلام العراقي وهو يتحدث عن مجمل اوضاع البلد وهو ذات الشعور الذي دفعه لتبني منهج التظاهر في معارضة سياسة حكم البلد خلال السنوات العشر الماضية في الذكرى الاولى لاندلاع تظاهرات تشرين اكتوبر ببغداد عام 2019 اندفاضة تشرين قضت على كل الخطوط الحمر بكى قحطان بكى استذكارا لدمعي اكثر من خمسمائة متظاهر من اقرانه الذين سقطوا ضحايا اعمال القمع ومحاولة فض التظاهرات بالقوة انقتلوا بس انتحقق شي مهم انه ضعد من خاف ضعد من خاف الخوف مات احنا على شنو نخاف نخاف هذا الحزب الاسلامي يكتدني ماتو وضحك في استذكار طرائف لم تخلو منها التظاهرات طرائف انتقد خلالها المتظاهرون طريقة تعامل الطبقة السياسية مع مطالبات برحيلهم او حلولا حاولت السلطات فرضها بالقوة المفرطة اريد وطن يعني اريد بلد اريد نعيش احنا بلد غني هاي كذبة انه احنا مديونين زين احنا مديونين وهم عندهم ارصد بالبنوك احزابهم توازي ميزانية الدول قحطان النشط في تظاهرات التشرين اكتوبر التي قادها شباب يطالبون بوطن ويرفضون استمرار فشل الطبقة السياسية الحاكمة لم يتمكن من مشاركة اقرانه الذكرى وتلبية دعوات التظاهر في ساحة التحرير ببغداد والاسباب تتعلق بتهديدات اجبرة الكثيرة من امثاله لمغادرة العاصمة الى اقليم كردستان العراق وقد يكون اوفر حظا بالظفر بحياته من الاغتيالات او مواجهة الاختفاء القصري صاحب الفهداوي الغد اربيل